دكتور حسيني أهلا بك نرجو منك توضيح مدى خطورة تفشي مرض الكوليرا في هذه المنطقة بالتحديد خصوصا في ظل تزايد حالات الإسهال والتقيؤ نعم شكرا لكم تحياتي لجميع مرض الكوليرا حقيقة مرض بكتيري موجود متوطن ويظهر في كثير من أوقات السنة ويزداد في أوقات الصيف وخاصة نحن نمر بأزمة مياه وارتفاع في درجات الحرارة فبالنتيجة يصبح معدلات التلوث كبيرة اليوم مرض الكوليرا حقيقة على مدار السنة نعمل زرع للبحث عن حاملي نسمي الكارير لنعلم أماكن الإصابات المتوطنة في ذلك المكان وتقريبا في كل مرة يظهر عندنا في أقليم كردستان ليظهر في بعض المناطق وباعتقادي هناك شقين من المشاكل أما مسألة الصحة العامة ومتانة برامجها ووعي المواطن ومدى استجابته للإجراءات الوقائية اليوم يعتبر المياه والمواد التي تؤكل الملوثة هو العامل الأساسي الذي يسبب هذا المرض والمرض حقيقة يعتبر من الأمراض الخطرة التي في حالة لا سمح الله حصولها لطفل دون الخمس سنوات التي هي الأعمار الخطرة قد يتسبب بتوقف عمل الكليتين وهبوط بالدورة الدموية والوفاءة خلال فترة الساعات قصيرة ما لم يتم إسعاف المريض إسعاف سريع أما الأعمار الكبيرة وأصحاب الأمراض المزمنة أيضا يكونون معرضين لهذه الخطورة فاليوم متانة الصحة العامة من خلال فحص الماء ومصادر المياه ونسبة الكلور في المياه وأخذ عينات من المياه من المصادر الرئيسية ومن البيوت واليوم تعدد شرب المياه نحن نعلم الماء أصبح ليس فقط من الإسالة التي تصل إلى البيوت ولكن من القنان المعبئة التي هناك مصادر رسمية ومصادر غير رسمية ولدينا داخل العراق وخارج العراق مصادر مياه فهذا تعتبر مشكلة يجب أن تخضع للرقابة الصحية والجانب الآخر جانب المواطن والوعي الصحي للمواطن اليوم نحن مقبلين على بداية عام دراسي جديد فهناك مشكلة يجب أن يتم فحص المياه داخل المدارس وتنظيف الخزانات المياه والتأكيد على مسألة الطفل وقص الأظافر وغسل الأيدي حقيقة لكل الأعمار قص الأظافر يعتبر من الأشياء المهمة جدا أنه يعتبر الأطفر من المستودعات التي تخزن الجراثيم تحت الأطفر وهو ينقل لأكثر أكثر حوالي من 20 مرض ينقل تحت الأطفر وأيضا غسل الأيدي ما قبل الأكل وبعد الأكل غسل الفواكه والخضراوات من خلال تعقيمها وضع في إناء فيهما وضع قطرة إلى قطرتين من الكلور ولمدة 10 دقائق ثم يشطف هذه الفواكه والخضراوات هذا فيما يتعلق بالفواكه أو الخضراوات أيضا للحصول على النصائح للمشاهدين فيما يتعلق بمصادر مياه الشرب وأيضا النظافة الشخصية هل هناك من إرشادات معينة ممكن أن تعطينا إياها نعم طبعا يعني شرب المياه يجب أن يتوقع المواطن شرب المياه من المنصادر الرسمية كثير من القناني المعبئة يعني هي غير رسمية في معامل أهلية أو ما يسمى بالآرو وهي غير خاضع للرقاب الصحية اليوم حقيقة تتحمل الصحة العامة واجباتها على مستوى العراق اليوم لاحظ نهضة كبيرة من خلال الحكومة العراقية بكافة الأصعدة فيجب أن تتعاون المواطنين وتتعاون منظمات الصحة المدنية وكل الناس تتعاون مع الوزارة الصحة من أجل يعني تجنب شرب المياه من غير مصادرها ونحن اليوم نمر بزيارة مليونية زيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام فيجب التوقع شرب المياه إلا من مصادرها لأنه عملية حقيقة شرب المياه مشكلة كبيرة أيضا هناك مشكلة كبيرة وهي معالجة المياه كثير من المؤسسات والنفايات والفضلات المياه في مصب الأنهر وهذا مشكلة يجب أن يتم وضع معالجات أما معالجات كبيرة على مستوى محافظات أو على مستوى مؤسسات أو حتى على مستوى يعني قرى ومدن صغيرة لأن معالجة المياه وإخراج المياه الثقيلة أو المستخدمة من المستشفيات إلى مصبات المياه يجب أن تكون نظيفة وإلا حينما يرمى ترمى النفايات في مصب الأنهر مثلا في مصب نهر دجلة أو مصب نهر الفرات بالنتيجة سيصل إلى المحافظات الجنوبية وستكون عملية انتشار هذا المرض خطر نعم تتحدث عن معالجة المياه ولكن هل هناك من علاجات متوفرة تقدمها الوزارة خصوصا مع تزايد حالات الإصابة في المحافظات الأخرى أو التخوف منها ما هي التحديات هل هناك من علاجات ممكن أن تقدم أو متوفرة نعم طبعا وزارة الصحة بتعاون متواصل مع أقليم كردستان من خلال إرسال الخبراء والدعم اللوجستي من أجل أنه تسيطر على المرض اليوم يجب أنه نحدد بؤرة المرض تواجدها واحتواءها والقضاء على هذا المرض في مكان أن المرض بكتيري ممكن ينتشر عن طريق مواطن مريض أو عن طريق أغذية ملوثة وعن طريق مياه ملوثة تخرج من الإقليم إلى المحافظات الوسط والجنوب بهذه المشكلة سوف ينتشر البكتيريا إلى كل أنحاء العراق في وزارة الصحة اليوم وكل الوزارات مثلا الوزارة الموارد المائية ووزارة البلدية اليوم يجب أن يتعاون جهد حكومي من أجل استيعاب اليوم المرض ما زال موجود في الإقليم يجب أن تعاون مع إقليم كردستان من أجل السيطرة على المرض ومنع انتشاره إلى بقية المحافظات من أجل تحديد لا سمح الله الوفيات تقليلها وتقليل نسبة المرض لأنه المرض في حالة انتشاره سيكون هناك وباء قوي ويفتق في هذه الناس وخاصة ونحن في موسم حر وشحف المياه نعم شكرا للطبيب الاستشاري دكتور عباس الحسيني على هذه المعلومات